مرحباً، اليوم سأروي لك قصة حقيقية موجودة في العهد الجديد من الكتاب المقدس ها هي بقية القصة التي رويتها لك من قبل أذكرك أن عيسى تعب ترك حشد الناس الذي كان يتبعه كي يذهب مع أتباعه إلى الجهة الأخرى من بحيرة الجليل حين عبورها عيسى هدأ عاصفة عنيفة ثم حين وصولهم إلى الجهة الأخرى فقد حرر مجنوناً من آلاف الأرواح الشريرة في منطقة جدارة الآن وهو مطرود من طرف أهل مدينة جدارة عادة إلى منطقة الجليل في كفرنحوم الجهة الأخرى من البحيرة انظر جيداً خريطة إسرائيل كي ترى مختلف هذه الأماكن رأت حشود ناس كفرنحوم العاصفة العنيفة التي كانت في البحيرة حين كان عيسى مع تلامذته في منطقة جدارة ربما هناك من لم يتمكنوا منهم الدخول إلى بيوتهم بسببها إذ أن الأغلبية منهم تأتي من أماكن بعيدة لسماع عيسى أتصور أن هؤلاء الناس قد قلقوا جداً لحالته وحالة أتباعه في وسط هذه العاصفة شاهدوا أيضاً أنها توقفت في لحظة فلابد أن الرعب دخل قلوبهم لأنهم يعلمون أن ما حدث ليس بشيء طبيعي وأتصور أن العديد منهم كانوا ينتظرون رؤيته إن كان عيسى سيعود حياً من البحيرة الكتاب المقدس يقول لنا أن جماعة كبيرة من الناس تنتظره لا بد أن هؤلاء الناس كانوا سعداء جداً عند معرفة المعجزة التي حدثت كلهم كانوا محطين به محاولين وراغبين رؤيته سماعه أو لمسه ها هو الآن رجل معروف ذو مكانة عالية ينحني أمام عيسى ويقول له أرجوك يا سيدي تعال إلى بيتي تعال لتنقذ ابنتي التي ستموت تفلة الوحيدة عندها 12 سنة فقط فقرر عيسى الذهاب عنده رغم أننا لم نرى أبداً شخصاً يطلب من الطبيب يشفي مريضاً على وشك الموت إذن ترى هذا الرجل قد رأى عيسى يشفي المرضى ويصنع المعجزات كما رأينا ذلك في قصة المشلول الذي آمن أنه حقاً عيسى القدرة على الأشياء المستحيلة شخص آخر من الجماعة يفكر نفس الشيء إمرأة جد مريضة إذ تعاني من نزيف الدم قد انفقت كل أموالها للأطباء لمدة 12 سنة لكن لم يتمكنوا من شفائها لقد فقدت جهدها وقوتها من شدة المرضى لكن بما أنها سمعت أن عيسى يشفي المرضى فآملت في شفائها قائلة في نفسه إذا تمكنت من لمسي ولو ثوبه فإنني بالتأكيد سأشفى إذن أتت من خلف العدد الهائل من الناس الذي كان يتبع عيسى كان صعب عليها أن تقترب منه أخيراً تمكنت من لمس ثوبه ففي لحظة نالت الشفاء إنه حقاً شيء رائع لقد غمرتها سعادة كبيرة ولا واحد علم بشيء فجأة توقف عيسى وقال من لمسني؟ كل الناس بدأوا يتبرؤون من ذلك هناك من قال لست أنا وآخر ولا أنا رغم أنهم كانوا كلهم محاطين بعيسى عن قرب حتى تلمذه بطرس قال له سيدي إنك ترى أن كل الناس التسق بك وتسأل من لمسك؟ لكن عيسى أجابه أحسست أن قوة خرجت مني لما لمسني أحد عيسى يعرف جيداً ما حدث ومن لمسه إذن المرأة وهي ترتجف حكت له أمام الجميع كل ما حدث لابد أنها احتاجت إلى الجراءة بما أنها عملت هذا الشيء وخاصة أنها أحست بالعار لأن الشريعة اليهودية تمنعها من لمس أي شخص بسبب مرضها هذا لكن عندها الإيمان بعيسى فقال لها ابنتي إيمانك قد نجاكي اذهبي في سلامي عيسى لم يشفيها فقط في جسدها لكنه غفر لها ذنوبها أيضاً أعطى لها سلامه لا تنسى أن عيسى ينظر إلى قلوبنا قبل كل شيء في نفس اللحظة تقدم شخصاً ليخبر ييروس أن ابنته قد ماتت كي يتوقف عن الطلب من عيسى أن يأتي معه إلى بيته ييروس يا إيسى ابنته الوحيدة قد ماتت وعمرها 12 سنة فقط رغم أنه شاهد معجزة منذ زمن قصير جداً لكن عيسى لم يتركه بل طمأنه لا تخف آمن فقط فإبنتك ستخلص ثم رافقه إلى بيته إنك ترى أحياناً نحزن كثيراً لدرجة أننا نفقد إيماننا وثقتنا في عيسى لكنه يقوين ويشجعنا بكلمته لهذا السبب مهم جداً أن نقرأ الكتاب المقدس كل يوم لأننا نفشل ونيأس بسرعة في بيت ييروس كل من كان حاضراً يبكي هذه المرة لم يترك عيسى لأتباعه أن يأتوا معه كلهم لقد أخذ فقط بطرس يعقوب ويحنى فدخلوا إلى غرفة الصبية مع والديها الجميع يبكي فحزنهم شديد جداً إنها ما زالت صغيرة كي تموت لكن عيسى قال لهم لا تبكوا فهي ليست ميتة لكنها نائمة فالجميع بدأ يستهزئ منه لأنهم يرون أنها حقاً ميتة عيسى يعرف كل شيء فهو يعلم أن الطفل ميتة ويعرف نهاية القصة يعلم أن الله قوي وقادر على كل شيء إنه إله الحياة أليس كذلك؟ إذن أخذ عيسى الطفلتا من يدها ثم قال لها بصوت مرتفع يا طفل قومي شيء لا يصدق قامت في الحين إنها معجزة عيسى أحياها ثم أمر والديها أعطوا لها الطعام إنهما استغربا من الأمر وكانا في قمة الفرح ثم قال لهما خاصة لا تقول لأي أحد ما حدث بالطبع إنك فهمت أنهما لم يستطيع إخفاء الطفلة عن أعين الناس الحاضرين متألمين من وفاة الطفلة لكن عنده على الأقل الوقت لرجوع مع بطرس يعقوب ويحنى ترى أحيانا الله يحب أن يقال وينشر في الحين وأمام الجميع ما يعمله لنا من معجزات كما حدث مع تلك المرأة التي كانت تنزف دما ولكن أحيانا يحب أن ننتظر قليلا من الوقت إننا ننتهي دائما بقول كيف خلصنا عيسى لأن لما يشفينا فإنه ينقذنا من قلبنا الشرير فهو يغيرنا وهذا الشيء لا يخفى على أعين الغير الله يضع في قلوبنا ما يجب أن نعمله ويعطي لنا الحكمة كي نسير كما بيّن لنا عيسى ذلك في كلامه أنظر قصص المجنون المرأة المريضة وبنت يايروس لقد شفاهم عيسى كلهم وخلصهم من ذنوبهم ولكل واحد منهم إيمان مختلف عن إيمان الآخر كما نلاحظ أيضا أن إيمان ييروس بعيسى هو الذي ذكر وليس إيمان ابنته فكل واحد تحصل على أمر مختلف عن الآخر في شهادته لما صنعه عيسى معه في حياته المجنون كان عليه إخبار جميع أفراد عائلته المرأة المريضة كان عليها إخبار كل من كان حاضرا للمعجزة التي صنعها لها عيسى أما والدي الطفلة فكان عليهم السكوتة لمدة معينة أطلب من الله دائما الحكمة لمعرفة ما يجب أن تعمله فإنه سيجيب لك من خلال الكتاب المقدس ويضع في قلبك معرفة ما هو أفضل لك لا في هداء من الثقة فهذا يعتبر أهم شيء تقوم به ها هو ما قاله لنا تلميذ عيسى يعقوب في الكتاب المقدس وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه يعقوب 1 خمسة 6 الآن سنصلي سيدي عيسى أشكرك لكلامك ولهاتين القصتين الرائعتين المتمثلتان في شفاء امرأة وخالصها وإحياء ميتة سيدي إنك إله الحياة إنك الله القدير لذلك نريد أن نضع فيك كل ثقتنا ونرجوك آطلنا الحكمة طيلة حياتنا كي نعلم ما يجب القيام به من فضلك سيدي ساعدنا كي نضع فيك ثقتنا آمين الآن سنقرأ في الكتاب المقدس نسق الصتنا في إنجلوقا الشطر الثامن الآيات من 40 إلى 56 إنك تستطيع إيجادها في الأناجيل المختلفة ولما رجع يسوع قبله الجمع لأنهم كانوا جميعهم ينتظرونه وإذا رجل اسمه يايرس قد جاء وكان رئيس المجمع فوقعا عند قدمي يسوع وطلبا إليه أن يدخلا بيته لأنه كان له بنت وحيدة لها نحو إثنتي عشرة سنة وكانت في حال الموت ففيما هو منطلق زحمته الجموع وإمرأة بنزف دم منذ إثني عشرة سنة وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد جاءت من ورائه ولمست هدبا ثوبه ففي الحال وقفا نسف دمها فقال يسوع من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون قال بطرس والذين معه يا معلم الجموع يضيقون عليك ويسحمونك وتقول من الذي لمسني؟ فقال يسوع قد لمسني واحد لأني علمت أن قوة قد خرجت مني فلما رأت المرأة أنها لم تختفي جاءت مرتعدة وخرت له وأخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال فقال لها ثيقي يا ابنة إيمانكي قد شفاكي اذهبي بسلام وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا له قد ماتت ابنتك لا تتعب المعلم فسمع يسوع وأجابه قائلا لا تخف آمن فقط فهي تشفى فلما جاء إلى البيت لم يدع أحدا يدخل إلى بطرس يعقوب ويحنى وأب الصبية وأمها وكان الجميع يبكون عليها ويلطمون فقال لا تبكوا لم تمت لكنها نائمة فضحكوا عليه عارفين أنها ماتت فأخرج الجميع خارجا وأمسك بيدها وناد قائلا يا صبي قومي فرجعت روحها وقامت في الحال فأمر أن تعطى لتأكل فبهت والدها فأوصاهما أن لا يقول لأحد عما كان قصتنا انتهت الآن نقول لكم إلى اللقاء إلى قصة أخرى